اليهود المستعربة هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا خصائص الحضارة العربية فأصبحوا عربا وهم أغلبية يهود العالم العربي ولسيما قبل دخول الاستعمار الغربي الذي فرنج عددا منهم والواقع أن كثيرا منهم يتبع المنهاج السفاردية في العبادة ولكن هذا لا يجعلهم من السفارد بالمعنى الاثني الذي لا ينطبق إلا على اليهود الذين خرجوا من أسبانيا أولئك الذين كانوا يتحدثون اللدين ومنهم المارن أو البرتغاليون واليهود المستعربة جزء ممن نطلق عليهم الآن مصطلح يهود الشرق اليهود الشرقيون مصطلح كان يطلق على نسل أولئك اليهود الذين غادروا فلسطين قديما واتجهوا إلى العراق وإيران وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان شمال إفريقيا ولكنه يشير الآن في التجمع الاستيطاني الصهيوني إلى اليهود الذين لا ينحدرون من أصل غربي وقد أصبح لفظ سفارد مرادف لشرقيين لأن معظم اليهود الشرقيين في البلاد العربية على وجه الخصوص يتبعون التقاليد السفاردية في العدادة ولكن مصطلح سفارد غير دقيق فبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنجلترا وإيطاليا من السفارد كما أن الحسيديين يتبعون بعض التقاليد السفاردية في العدادة لذا يجب أن نفعل مصطلح اليهود الشرقيين باعتبار أنه المصطلح الكلي الذي يضم معظم السفارد كجزء وكذلك يضم يهود الفلشأة ويهود الهند وغيرهم وباعتبار أن مصطلح اليهود الشرقيين ذو مضمون طبقي عرقي ثقافي على عكس مصطلح سفارد ذي المضمون الديني غير المحدد كما يستخدم مصطلح اليهود الغربيون للإشارة إلى كل يهود الغرب ويد أن مصطلح الشعب اليهودي يستبعد هؤلاء الشرقيين على مستوى فعلي وذلك بعد أن كان يستبعدهم اسما وفعلا في الماضي فاليهود الشرقيون وغيرهم من أعضاء الجماعات يهود بشكل عام وأعضاء في الشعب اليهودي ما داموا في الخارج ولكنهم حينما يصلون إلى إسرائيل يصبحون مغاربة أو مصريين وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بل ووضعهم الطبقي حسب هذا التصنيف ويلجأ بعض يهود المغرب العربي إلى الدعاء أنهم من أصل فرنسي حتى يحسن صورتهم أمام الآخرين وهذا يعني أن النقطة المرجعية لإدراكهم لأنفسهم ولغيرهم ليس الهوية اليهودية المجردة وإنما هويات يهودية مختلفة ومن ثم يشار إلى يهود جنوب إفريقيا بأنهم غربيون نظرا لانتمائهم إلى تشكيل حضاري غربي وهو الجيب الاستيطاني الأبيض في جنوب إفريقيا وتصر النخبة الحاكمة في الدولة الصهيونية على الطبيعة الغربية الإشكنازية للدولة وقد صرح شاعر الصهيونية الأكبر نحمان بياليك وهو إشكنازي من يهود الديشية بأنه يكره العرب لأنهم يذكرونه باليهود الشرقيين ولعل خوف النخبة الإشكنازية من العزلة الحضارية هو ما يدفعها إلى إثارة الحروب من آونة إلى أخرى حتى لا يندمج الشرقيون في المحيط الحضاري العربي فهم في حقيقة الأمر ينتمون حضاريا وعرقيا إلى هذه المنطقة ولو تحقق مثل هذا الاندماج لوجدت النخبة الحاكمة الإشكنازية نفسها في موضع الأقلية مرة أخرى وهو الأمر الذي خططت هذه النخبة وأنفقت كل أيامها من أجل الهرب منه وعلى كل فقط حولت الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عددية ولكنها لا تزال تملك ناصية الأمور وتحتكر صنع القرار وفي إطار هذا التصور يمكننا فهم الحملات الصهيونية التي وجهت ضد الاتحاد السوفيتي سابقا للسماح لليهود السوفيتي بالهجرة فهي محاولة من جانب الإشكناز لاستعادة التوازن العرقي والحضاري داخل إسرائيل لصالحهم خصوصا أن الهجرة من أوروبا قد توقفت كما أن نسبة التوالد بين الشرقيين أعلى منها لدى الإشكناز ولكن الهجرة من روسيا وأوكرانيا تثير من المشاكل أكثر مما تحل فالمهاجرون الروس والأوكرانيون يعاملون معاملة خاصة لتشجيعهم إذ إن هجرتهم غير عقائدية وتأتي في سياق بحثهم عن مكاسب اقتصادية لم يجدوها في وطنهم الأم لكن هذه المعاملة الخاصة تثير حفيظة الشرقيين وتصاعد حدة التناقض بين الأمتين وهو المصطلح المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الأشكناز من جهة والسفارد والشرقيين من جهة أخرى ويقال إن علم الاجتماع الإسرائيلي يؤثر في الوقت الحالي استخدام هذا المصطلح باعتباره مصطلحا تحليليا للوضع القائم في إسرائيل وتوجد أحزاب سياسية وقوائم انتخابية في المستوطن الصهيوني تحاول جميعا تمثيل مصالح اليهود الشرقيين ومن بين هذه الأحزاد حزب تمي وحزب شاس الديني ورغم أن اليهود الشرقيين يشكلون أقلية بين يهود العالم إلا أن عددهم يزيد عن 55% بسبب تدفقهم على الدولة الصهيونية وازدياد معدل الزيادة الطبيعية اليهود الغربيون مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود الذين هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل ولما كانت أغلبيتهم من الإشكناز أي من يهود بولاندا ذوي الأصول الألمانية فإن مصطلح اليهود الغربيون أصبح مرادفا لمصطلح الإشكناز ولكن مصطلح اليهود الغربيون يظل مقابلا اليهود الشرقيون فهو المصطلح الأدق والأشمل لأنه يشير إلى الانتماء العرقي والحضاري والإثني لهؤلاء اليهود في حين نجد أن مصطلح الإشكناز تدافله أبعاد دينية تطمس معالمه وتجعله أداة غير دقيقة فيهود هولندا يشار إليهم بلفظ إشكناز مع أن بعضهم يتبعوا التقاليد السفاردية في العبادة وأغلبية اليهود الغربيين من يهود لديشية إلا أنهم فقدوا هويتهم وأصبحت أغلبيتهم تتحدث الإنجليزية وبقيتهم تتحدث اللغات بلادهم كما أن هناك جماعات من يهود الغرب مثل يهود اليونان ويهود إيطاليا ويهود جورجيا لكن هؤلاء الغربيين لا ينتمون إلى التشكيل الإشكنازي من قريب أو بعيد واليهود الغربيون في إسرائيل هم الأقلية العرقية والحضارية المسيطرة على الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري العام وهو ما يسبب حالة اقتراب شديدة لليهود الشرقيين ويعمق الفوارق الاجتماعية ويلاحظ أن مصطلح اليهود الغربيون مصطلح حضاري ثقافي ومن ثم يشار إلى يهود جنوب إفريقيا بوصفهم غربيين مع أن إفريقيا جزء من الشرق اشتركوا في القناة